السلام عليكم ازايكم عاملين ايه معاكم ولقمي كاوي النهاردة عارفين طبعا ان الفترة ديات فترة حرجة جدا بالنسبة للأم والأولاد لان خدوا الأجهزة ومش عارفين يعملوا ايه ولا يقضوها فين ومحبوسين في البيت ليل ونهار ويمكن مسكين التلفونات او بيلعبوا جيمز او ما بيقدروش ان هما يستفيدوا بوقتهم استفادة صحيحة النهاردة جاي اكلمكم ازاي نستفيد من الفترة ديات ونخليها فترة ايجابية بالنسبة للأم وبالنسبة للأطفال في وقت واحد ازاي بدل ما هتبقى ضغط نفسي بالنسبة للأم وهتبقى ضغط نفسي بالنسبة للطفل هنحولها لفترة ترفهية ازاي هننعمل لهم هننظم لهم جدول اول حاجة الفترة ديات بحسة انها فترة كويسة جدا اننا نقرب من اولادنا اكتر واننا نتكلم معهم اكتر ونسمع لهم اكتر ونسمع لهم اكتر دي اهم حاجة طبعا ونعيد افكارنا وترتيب افكارنا في طريق تربيتهم ونحول التربية سلبية بتاعتنا اتجاههم تربية سليمة تربية صحيحة تربية ايجابية ده بالنسبة للأباء الأباء هيعملوا ايه؟ هينظموا الجدول ويمشوا عليه يوميا ايه الجدول دو عبارة عن ايه؟ هيعملوا حاجات كتيرة وأنشطة كتيرة يوميا هيقسموها بحيث ان هما يقسموها صح بحيث ان هما يعملوا نشاطين او تلاتة يوميا الأنشطة هتبقى عبارة عن رسم كرافت، ألعاب، طبيق وصاينس، وتنظيم البيت، وقرآن بالإضافة طبعا للكرآن والعربي ده بالنسبة للهما مغتربين وهيستفيدوا جدا جدا بكل الأنشطة اللي هيعملوها زائد ان احنا هنعمل اكسرسايز وهنخليهم يعملو اكسرسايز وهنشغلوهم اكسرسايز عن طريق اليوتيوب وإحنا كمان هنشترك معاهم في الاكسرسايز وهنعمل معاهم وهنعمل اكتر معاهم دو دي كل الحاجات وترتيب الأفكار وترتيب كل الأنشطة اللي هعملها مع أولادي وهسورها يوميا علشان كل الأمهات برضو تستفيد فانتظروني ان شاء الله الفترة الجاية ديت مهمة جدا ومهم جدا ان انتو تتابعوني واتتابعوا للأنشطة اللي هعملها مع أولادي لاني متأكدا ان هي هتعجبكم ده بخلاف حاجات تانية كتيرة يمكن نستها او ان شاء الله هعود مع نفسي هرتب الأفكار وهكتبها في ورقة وهنظم الجدول وهعمل كل حاجة النهاردة فانتظروني وانتظروا الجدول وانتظروا الأنشطة اللي هعملها مع أولادي متأكدا ان هي هتعجبكم ان شاء الله واهم حاجة هتعجب أولادكم واهم حاجة في الفترة ديت ان انتو تقربوا من أولادكم بكتر في الفترة دي ان شاء الله أزمة وهتعجب وربنا يخلي يخلي أولادنا لينا وتعدي الأزمة ديت تعالى